هاي الشيخ أبو عقال أستقبل القبلة في الفريضة أو في النافلة ها؟ في الفريضة أو في النافلة في الحضر أو في السفر في الحضر وفي السفر ما أستقبل القبلة في الطائرة يقول لابد من استقبال القبلة اسمع معي في الحضر وفي السفر وفي الفريضة وفي النافلة إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى على الدابة والراحلة والسيارة والطائرة والباخرة حيث توجهت به النافلة فقط أما الفنيرة حتى لو في الطائرة يستقبل القبلة ويخبر الله أكبر مفهوم؟ تمام من وين أنت؟ هالأخ مسافر نجران وطريق نجران قبلة ولا ما هو قبلة وانت رايح من شرولة للنجران جهة القبلة؟ ها؟ طيب اعكس من نجران إلى شرورة ماشي من نجران إلى شرورة هو في السيارة الكامري الله أكبر يصلي صلاته صحيحة أو باطلة أعيد السؤال أصبر يا الشيخ لا تستعجل قن ما يصلح تفتوا أنتم أصبر يا أبوي أصبر لا تستعجل الشيخ الله يهديك هي يصلي في الموتر كامري يا أبوي معاك كامري وش يسوي؟ أصبر يا شيخ هذا الشيخ جاي من نجران إلى شرورة الله أكبر يصلي وهو في الكامري يسوق يصلي الله أكبر مستقبل القبلة لا ويصلي جالس صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة خطأ صحيحة خطأ إذا كانت نافلة فهي صحيحة فريضة باطلة إلا إذا كان لا يقدر على استقبال القبلة مفهوم؟ تمام إذا قلنا هذا في السفر فقط أما الأخ هذا من شرورة ما شاء الله يصلي هنا بالجماعة ويخرج الله أكبر إيش هذا قال الله صلاة السنة أصليها مسافر قال لا أنا منها الشرورة لا الفريضة والنافلة في الحضر لابد فيها من استقبال القبلة مفهوم؟